يجب أن تعرف أن هناك عناصر تمتص ولا هناك عناصر لا تمتص في الأراضي القلوية أنا مش دوري كمزارع أنا لا أملك المادة العلمية أنا لا أستطيع أنا غير متخصص لذلك يجب أنا أعرف هذه وأطلع عليها وأعرف أنه مثلا الحديد لابد من الرش لأنه عندنا الأراضي القلوية لا يمتص الحديد فيها الرش مجموعة من النيتروجين الأشياء هذه توضع بشكل برنامج من بداية الموسم من شهر نبدأ بشهر 11 من شهر 2 من فبراير إلى نهاية نوفمبر يعني إلى الآن بعد الآن يتوقف التسميد في اللوزيات ثم تأتي فترة يسمونها فترة ماذا الدورمنس السكون طضية نزول الأوراق تساعد على أنك تشوف الشجرة عريانة تقدر تستطيع أنك تقلم بيش بحرية وراحة واختيار صحيح للبرعم المنتج وعملية تقليم عند رؤيتك للإصابة يجب الرش وهناك قاعدة مهمة جدا عدم الإصراف في رش المبيدات لأن المبيدات غالبا تؤثر على الصحة وللأسف يعني وهذه من الأخطاء عند المزارعين تجدوا أنه هذا المبيد هذا المبيد فيه تاريخ استخدامه من كذا لكذا ومدة التحريم كذا ومن الأخطاء الشائعة أنه يرش المبيد على آفة معينة من الآفات مدة التحريم مثلا 21 يوم ورشه على المحصول الآن ورح يحصد المحصول بعد كم عشر أيام مثلا أيها إذن هو دخل دخل منتج وللأسف ترى كثير من المبيدات تسبب أمراض من ضمن السرطان لذلك يجب المزارع أن يكون حذر جدا في قضية استخدام المبيدات كذلك من العمليات الهامة جدا وهي عملية الحصاد خاصة لوزيات وبدات حصاد المشمش يمكن اللي حصد بالمشمش يقول لك مشمشية المشمش من سرعة حصاده تبدأ الصباح تبدأ نزل العمار الصباح ساعة ثمانية الخطوط اللي كنت اشتغلت فيها وصلت الساعة داعش جزء من الخطوط اللي بدأت فيها ثمانية بدأت نضج فجدا سريعة ومهمة في قضية الحصاد الخوخيات عمد العامل هناك طريقة خاصة لحصاد الجميع حتى هناك لأنه هناك نسيج للثمرة ومجرد ما يضغط العامل بشكل قوي على النسيج ايش يصير تهتك لماذا فايش يصير عملية لما يخزن يطلع الشكل كيف ماذا أيوة كأنه كدمة فتشوه في عملية التسويق أولا هذه الشجرة يعني دخلت في السنة الثالثة كيف بدأنا ووصلنا إلى هذه المرحلة قبل وصول إلى هذه المرحلة تم زراعة هذه الأشجار بمسافات معينة دائما غالبا هناك خطوط وبين الخطوط الخط الرئيسي يعتبر لهذا وبين الخطوط وهو الخدمة التي يقوم بها المزارع بمعداته الزراعية دائما المسافة بين الخط والشجرة الشجرة أقل من المسافة تقريبا ثلاثة متر هنا وهنا تقريبا خمسة متر بدأنا من هذه الشجرة ووصلنا إلى هذه المرحلة السنة الأولى غالبا اللوزيات تطعم في المشاتل والسنة الثانية تحضر الشتلة بشكل طول ثم بعد ذلك لو هذه المنطقة تم قصها في السنة أول ما وصلت الشتلة تم قصها إلى من أربعين إلى ستين سانتي لماذا؟ يعني معنا الشباب لأنه حتى نحصل على بدأنا في قضيلة التربية دائما سبحان الله التربية أهم شيء إذا ربيت الشيء من صغره تستطيع أن تتحكم فيه في كبره فهذه الشجرة الآن تم قصها بدأنا حصلنا على يسمى بعدها بدأت في السنة الثانية الأفرع الرئيسية وهنا يجب على المزارع المحافظة على هذه الأفرع فهذه التربية تسمى التربية الكأسية يعني كأنها كأس هذه الشجرة لديها أربع أفرع رئيسية كما تشاهدون دعنا نبدأ من تحت كيف نحسب الفرع الرئيسي؟ يتم حساب الفرع الرئيسي من الأسفل من هنا هذا فرع رئيسي نلاحظ هذا الفرع الرئيسي الأول هذا الفرع الرئيسي الأول ثم الفرع الرئيسي الثاني ثم الفرع الرئيسي الثالث ثم الفرع الرئيسي الرابع طيب يسأل بعض المزارعين يقول يا أخي ليش ما تخلوها خمسة وستة؟ الشجرة تحتاج إلى خدمة تحتاج إلى إضاءة فلما أنت تغلق الشجرة إذن أنت قضيت على الإضاءة داخل الشجرة ثم قضيت على هو المنتج المحصولك رح يكون رديع جدا لأن وجود الشمس جدا مهم لمحافظة على جودة المنتج الآن رشيت الزنك قبل كم يوم؟ قبل أسبوع طيب لاحظ قبل أسبوع ما شاء الله الأوراق بدأت تتساقط تساهم في عملية إسقاط الأوراق طيب ليش تساهم في عملية إسقاط الأوراق؟ حتى لما يأتي العامل يجد الشجرة عريانة وإن كانت مبكر حتى عنده أحياناً عمالة قليلة فتحتاج فترة زمنية حتى تقلم تصور أنه مثلاً عندك مثلاً عشرين ألف شجرة وما عندك إلا خمس عمار ما يستطيعه فلما تقدم شهر يكون لك أفضل عندنا ثلاث أنواع من أنواع التقليم التقليم التربية وذكرت في بداية اللقاء أنه قصل شتلة من أربعين إلى ستين ساتي حتى تفرع هنا بداناً في التالي ثم بعد ذلك يسمونه تقليم تربية لماذا أقلم تربية من يجاوب المنتج تكوين هيكل الشجرة وأخذ على منتج أبدأ أخذ انتاجي اللي أنا متأمله بعدها اللي هو تقليم علاجي ما هو التقليم علاجي فرع نشف صارت له مشكلة هذا لابد أن أزيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر